تعالوا أريكم أقول لكم كواليس اللحظات الأخيرة والساعات الأخيرة في نادي الزمالك فيما يخص كلام عن إقالة جسولدو فريرة أو استقالة أمير مرتضى منصور تعالوا أقول لكم شوية كواليس مهمة جدا يلا بينا أولا بدأت بوادر أنباء رحيل السنائي البرتغالي جسولدو فريرة وأمير مرتضى بعد مباراة الآلي في قمة الجولة الاربعتاشر بالدوري وخسارة الزمالك بسلسية حيث دع رئيس نادي الزمالك مجلس إدارته لعقد اجتماع الطارق بعد المباراة بساعات قليلة لبحث مصير فريرة إلا أن الاجتماع تم تأجيله لليوم التالي اللي هو النهاردة بعد قرار مجلس إدارة الزمالك بعقد اجتماع طارق لمناقشة مصير المدير الفني فريرة قرر أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة التقدم باستقالته من منصبه لرفع الحرج عن المجلس واتخاذ ما يرى مناسبا خاصة في ظل النتائج الأخيرة للفريق وبالمناسبة اجتماع حلالكم عارفين أمير مرتضى كان عنده النية للاستقالة من قبل مباراة الآلي والزمالك هو كان مستني لحد مباراة الآلي والزمالك واللي هايحصر فيها لكن هو بيفكر في هذا الأمر منذ فترة دي معلومة صباح اليوم الأحد أعلن رئيس نادي الزمالك عقد مؤتمر صحفي لتكشف عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة وبالفعل عقد المجلس جلسة استمرت ساعتين وفي نفس الوقت كان فريرة ومعه إسماعيل يوسف وحسين ياسر محمدي وباقي أفراد الجهاز يقودون مران الفريق بشكل طبيعي رابعا جلسة مجلس الزمالك شهدت حضور إسماعيل يوسف المدرب العام للفريق وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة وشهدت عدة مناقشات كان أبرزها تمسك أمير مرتضى بالاستقالته والرحيل عن الفريق قبل أن يرفض المجلس هذه الاستقالة بالإجمع خلال جلسة إدارة الزمالك تم إجراء تصويت سري على مصير فريرة من خلال ورق يسود فيه كل عضوة يتم وضع الورق في أحد الصناديق الخاصة وسمح رئيس نادي الزمالك بتصوير التصويت والذي كانت نتجته تسعة واحد دون الكشف عن القرار أو عن الأفضلية لبقاء فريرة أو رحيل يعني تسعة بيقوله يقض أو تسعة بيقوله يرحل ما تقالش بقى تسعة له إيه اللي بعد أثناء التصويت على استقالة أمير مرتضى غادر مرتضى منصور وأمير وحمد مرتضى غرفة الاجتماع لترك الحرية لمجلس الإدارة والذي رفض بالإجماع قبول الاستقالة وتمسك ببقاء المشرف العام على الكرة في منصبه مجلس الزمالك قرر تعليق الإعلان عن مصير فريرة لما بعد مباراة فارقه في الدوري ولكن معالمه برنامج رقم 10 أن هناك عدة عوامل تحكم بقاء المدرب أولها هو الفوز في الثلاث مباريات المجبلة هذا إلى جانب الدفع بالصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها في المركات والصيفي وأيضا إعادة كل لاعب في مركزه الأصلي وتحسن الأداء دي شروط يعني عشان فريرة يبقى بعد الثلاث مباريات كل الحلول مطروحة في الزمالك خاصة في زل تمسك أمير مرتضى منصور وإسماعيل يوسف ببقاء البرتغالي جزوهلد وفريرة مع الفريق حيث يرى السنائي أنه هو من بدأ المشروع منذ قدومه إلى الزمالك وأن الصفقات واللاعبين الحاليين من اختياره ولابد أن يستمر معهم يعني أمير مرتضى والكابتن إسماعيل يوسف أكتر الناس اللي حابين أنه جزوهلد وفريرة يرجع طيب بص بقى بص بقى في نقطة مهمة جدا أنه الزمالك الموسم الماضي كان فيه هدوء مش طبيعي في المنظومة أنا فاكر والزمالك بيحسم لقى بالدورة ووقف في نفس مكاني ده قلت الزمالك نجح السنة دي لأنه لأنه ركز جدا داخل منظومته داخل الفريق كان فيه هدوء مش طبيعي كانش فيه أي أزمات أو مشاكل ما كانش فيه أي حاجة لما الفريق ركز في الملعب المنظومة كاملة ركزت في الفرقة الزمالك نجحة الدوشة بتعمل خلل الدوشة بتعمل خلل أي مبررات خارجية أي مبررات أو أزمات تعمل خلل طيب